تلالسون يؤكد دعم واشنطن لوساطة الكويت في الأزمة الخليجية ويدعو دول الحصار إلى تقديم مطالب واقعية محمد بن نايف يبايع محمد بن سلمان ولي للعهد في السعودية بعد تلحيته المفاجهة ضمن تغييرات كبيرة على هرم السلطة القوات العراقية تضيق الخناق على مقاتلي تنظيم الدولة في المصر القديمة وتقترب من جامعها الكبير أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الأخيرة لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن أكد وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون دعم واشنطن للمساعي التي تبذلها الكويت للتوسط من أجل حل الأزمة الدبلوماسية للأزمة الدبلوماسية في الخليج وقال تيلرسون أن السعودية والبحرين والإمارات أعدت قائمة مطالب من قطر لحل الأزمة الدبلوماسية وأعرب عن أمله بأن تقدم دول تلك الدول إلى قطر قائمة مطالب معقولة وقابلة للتنفيذ قريبا رحبت دولة قطر بتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عدم تقديم دول الحصار تفاصيل شكاوى محددة ضد قطر وجدد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية السفير أحمد بن سعيد الرميحي منقف قطر الاستراتيجي الداعم لحل الأزمة عبر حوار حضاري قائم على الأسس السليمة المتعارف عليها في المجتمع الدولي لم تمض أيام قليلة على بدء الأزمة الخليجية أزمة بدأت بالمقاطعة ثم ما لبثت أن تبعتها الاتهامات وحتى هذه الأخيرة تم تقديمها دون دلائل أو إثباتات ولم تقدم الدول التي قاطعت قطار أي مطلب رسمي إلى الدوحة حتى الآن مماطلة تقول واشنطن إنها مثيرة للدهشة مرة أكثر من أسبوعين منذ بدأت المقاطعة نحن مندهشون من أن الدول الخارجية لم تعلن حتى الآن تفاصيل ادعاءاتها التي تواجهها ضد قطر لا للعلن ولا للقطريين وكلما طال الوقت تزداد الشكوك بشأن الإجراءات السعودية الإماراتية وهذا كما قالت المسؤولة الأمريكية يثير الشكوك حول ما إذا كانت الإجراءات الخليجية ضد قطر هي بسبب الإدعاءات بدعم الدوحة للإرهاب أم أن الأمر هو شكاوى تعتمل منذ فترة بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقف الخارجية الأمريكي الخاص ببينها اليوم يستند في رأيي إلى الموقف العام الأمريكي في السنوات السابقة من قطر حيث أن قطر بها أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الخليج وهذه ثقة لا يمكن أن تمنحها أي إدارة أمريكية لأي دولة بسهولة تطور في الموقف الأمريكي يقول متابعون أنه مدفوع بمصالح واشنطن في المنطقة يبدد موقف واشنطن هذا بعض الغموض والتناقض الذي بدأ في تصريحات أركان الإدارة الأمريكية خاصة مع تأكيد الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى لتحقيق التهديئة وتخفيف التوتر وبدء حوار بناء ريماء محمدية تلفزيون العربي واشنطن بعث أمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني برقية تهنها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد وحملت تلبرقية تمنيات أمير قطر للعاهل السعودي بمنفور الصحة والعافية ولشعب المملكة العربية السعودية شقيق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء أعلن الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي المعفى من منصبه بيعته للأمير محمد بن سلمان بصفته وليا للعهد وكان العاهل السعودي قد أصدر فجر اليوم أمرا ملكيا بتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف ضمن حزمة أوامر ملكية تضمن التعيين وزير للداخلية ومستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج مشهد النهاية في سيناريو أعد على مهل وتسارعت خطواته الأخيرة أمر ملكي سعودي أبرم في ليلة رمضانية ليستيقظ السعوديون على خبر إعفاء ولي العهد محمد بن نايف بن عبد العزيز وتعين نجل الملك محمد بن سلمان وليا للعهد موفقين إن شاء الله اكتمل مشهد التحول السياسي في أعلى هرم للسلطة في بلاد الحرمين واستطاع الفتى اليافع الذي لم يتجاوز ربيعه الثاني والثلاثين الإمساك بكل شيء في بلاده فهو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة نفط في العالم أرامكو ثم هو صاحب رؤية السعودية 2030 التي تعد بتحول عميق في مملكة عتيقة هو صاحب السمور الملكية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولايات العهد لم يكن مفاجئا عزل محمد بن نايف من ولاية العهد بعد نحو عامين من تعيينه في هذا المنصب حيث همش الرجل لصالح خصمه القوي نجل الملك وحجم دوره بعزل الموالين في دوائر الدولة خاصة في وزارة الداخلية والاستخبارات العامة والجهزة الأمنية لكن العارفين ببواطن الأمور في السعودية لا يعتقدون أن صفحة رجل الداخلية القوي بن نايف ستطوى بهذه السلاسة واليسر حيث ظل الرجل رقما صعبا في المعادلة الأمنية والسياسية للسعودية عبر وزارة الداخلية التي حكمها لعقدين ونصف كما يحظى بعلاقات جيدة مع الدوائر الأمنية والاستخبارات الأمريكية واطلع بدور بارز في الحرب على الإرهاب وتفكيك خلايا القاعدة في السعودية كل شيء في طبخة التغييرات في السعودية وعد على نار هادئة على مدى سنتين استفرد الشاب الطموح محمد بن سلمان بكل السلطات وخاض حربه الخاصة في اليمن رغم معارضة ولي العهد وبعض رموز الأسرة ثم ربط علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة واشترى صمت دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للسعودية عبر صفقات بمئات المليارات من الدولارات وأخيرا كانت الأزمة مع قطر بمثابة فيلم السهرة الذي يراد منه شغل الجمهور عن حدث جلل يجري الإعداد له وهو عزل ولي العهد محمد بن نايف من منصبه بل وحتى من وزارة الداخلية التي كانت بيته الحصين القرارات الملكية الأخيرة كان من اللافت فيها أيضا إدخال تعديل لا يسمح لولي العهد باستخلاف أي من أبنائه أو إخوته ربما في إشارة طمانة لباقي أفرع الأسرة الحاكمة بأن الأمر لن يكون حكرا على أبناء وأحفاد العاهل الحالي سلمان بن عبد العزيز وليبطال أي صوت معارض كان من الممكن لولي العهد المعزول الاعتماد عليه للوقوف بوجه قرار تنحيته الذي مر حتى الآن أيسر كثيرا مما توقع الكثيرون رغم كل إرهاصاته معنا من لندن الكاتب الصحفي سيد صابر أيوب أهلا بك معنا سيد صابر من الواضح أنه تغيير جذري أن هذه تغييرات تغييرات جذرية سيكون لها حتما تأثيراتها الداخلية والخارجية ولكن دعنا نستوضح أكثر منك هل تبينت ملامح هذا التغيير بشكل أوضح بكل تأكيد هي تغييرات جذرية لم تمس فقط ولاية العاهد بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى ولكنها مست مادة أساسية في الحكم المادة الخامسة في بندها أو في فقرتها التي تمنع على الملك السعودية نقل الحكم إلى أبنائه بل يتم توزيع المهام وتوزيع المناصب في الدولة السعودية على مختلف فروع العائلة الحاكمة ليس ذهابا إلى الأباء ولكن نزولا إلى الأبناء ربما هذه المادة كما أشرت في تقريركم جاءت بصفة ترضية حتى ربما تمر هذا التعيين الأخير لولي العاهد بسلاسة وفي طمأنينة لكن الإشارة واضحة على أن بالفعل السعودية لديها فكرة في أنه يجب بالفعل تغييرات فرضتها منطقة بيولوجية خاصة وأن الجيل الثاني معظم أفراد الجيل الثاني لم يعود بإمكانهم بطبيعة الحال تسيير أمور الدولة ومن جهة أخرى على أنه يجب على السعودية أو يجب على الجيل الثالث أن يتطلع بأمور أخرى لكن المسألة هنا فقط الفارق يبقى في توقيت أو في ظرف هذه التعيينات إذا لم تكن مفاجئة ربما إلى ما يخص أن هذه التغييرات جاءت على عكس ما عرف العرف السعودي بما دابت عليه السعودية في تعيين ولاة الأمور وبدأ وكأنه تكسير لهذه القاعدة هل برأيك هذا سيفرز مشاكل داخلية بين فئات المجتمع أم أننا مقبلون على مرحلة هادئة أعتقد أنه لن يفرج هذا معروف في العائلة السعودية أو لدى القادة السعوديين هذا لن يفرج مشاكل داخلية صحيح توجد في حزازات توجد في خلافات هذا معروف في السعودية لكنها لا يمكن استقراءها من خلال تصريحات أو ردود أفعال معينة عادة الهدوء والسلاسة هو ما يميز العملية لكن كما قلت أن المنطق أو منطقة التعديلات الجديدة فرضته بطبيعة الحال أمور بيولوجية أكثر مما هي سياسية أو وجود صراع داخل العائلة الحاكمة لا أعتقد أنه يوجد صراع وإن كان ليس لدينا ما يؤكد على أن تنحية الأمير نايف نعم تمث برضاه أم غصبا عنه لا يوجد أي دليل على ذلك الفيديو الذي تم نشره لأداء البيعة أريد له أن يؤكد على أن الأمور تمت بسلاسة ولكن حتى وإن لم تتم بسلاسة فإن أعتقد أن الهدوء هو ما يميز المرحلة بالنسبة للحكم ولكن بالنسبة لقدرة ولي العهد الجديد وهناك من يعتقد أنه خلال أشهر قليلة سيصبح هو الملك هل يستطيع أن يدير التحديات الداخلية والخارجية هناك من المراقبين من يشير إلى الأزمات الحساسة التي تمر بها المنطقة وفعلا إلى هذا التحدي الذي تشير إليه كيف ستنعكس هذه التغييرات على السياسة الخارجية السعودية هناك ملفات حساسة اليمن والحرب في اليمن وأيضا الأزمة الأخيرة الحصار على قطر هل نتوقع أي تغييرات في هذه الملفات لا أعتقد وجود تغييرات ولكن البعض يتوقع أنها ستسير نحو الأسوأ باعتبار أن الملك الولي العهد الجديد محسوب على السقور في القيادة السعودية وفي العائلة الحاكمة السعودية بذليل أنه ممسك بملف الحرب في اليمن وهذا الملف لم يحسم لا عسكريا ولا حتى سياسيا بالتوصل إلى اتفاق سياسي لصالح المملكة العربية السعودية بالنسبة لأزمة مع قطر كما أشرتهم أصبحت لديها انعكاسات سلبية على السعودية بدل وهي وهنا تتضح قصر النظر أو ربما قصر النظر لدى الولي العهد الشاب الذي يقال أنه هو من كان وراء تحريك خيوط هذه الأزمة مع قادة الإمارات وبإشارات مغلوطة أيضا من الإدارة الأمريكية لا ننسى أن الإدارة الأمريكية تلعب دور كبير في رسم السياسة الخارجية السعودية أو على الأقل من خلال الرضا أو عدم الرضا أو توجيهها من بعيد وبالتالي أعتقد أن الولي العهد الذي سيصبح فيما بعد ملكا قدر أو أساء تقدير ملفات كثيرة من بينها مع إيران ومع اليمن ومع قطر وأيضا في سوريا حيث أن السعودية تدخلها في سوريا الكاتب الصحفي سيد صابر أيب شكرا جزيلا ضمامك معنا قال الجيش العرقي إن مقاتلي ما يسمى دولة الإسلامية فجروا مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل وكانت قوات مكافحة الأرهاب العراقية المشاركة في معارك الموصل قد تمكنت من اقتحام منطقة الجامعة الكبير ومنارته الحدباء في وسط المدينة القديمة تقدم القوات العراقية يقاس بالأمتار في مدينة الموصل القديمة هنا في المدخل الجنوبي حيث تشتد المواجهات تقدمت وحدات الشرطة الاتحادية باتجاه باب جديد بهدف الوصول إلى منطقة السيرج خانة في مركز المدينة حيث مواقع القيادة والسيطرة لما يعرف بتنظيم الدولة الوضع يسير وفق الخطط الموضوعة لكن نتيجة الهزان المتتالية لعصابات داعش أخذت تتخذ أساليب جديدة في التحصن بالعوائل والناس الموجودين لذلك الهاجس الأول للقطاعات العراقية هو فتح ممرات آمنة أكثر مما تتوقع التقدم على الأرض وتخليص الناس من قبضة داعش وبتطويق منطقة السيرج خانة التي تضم المجمعات التجارية التي باتت الحصن الأخيرة للتنظيم تم الإعلان عن استقدام وحدات خاصة من كتيبة القتال الليلي التي ستتكفل بمهمة اقتحامها فيما يشهد المحور الشمالي سلسلة تفجيرات للتنظيم الذي يحاول إعاقة تقدم وحدات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب في محيط جامع النوري ومنارة الحدباء من المدخل الشمالي والله مغامة داعش بسق الناصين خاتلين بالبيوت والبيوت نصر مفخخة بس الحمد لله والشكر الهندسة قدروا يفجرون لبيوت المفخخات وإذننا نوصل ونحرر الاهالي والحمد لله والشكر ويتحصن التنظيم خلف خطوط من الألغام والعبوات الناسفة والمنازل المفخخة ومئات القناصة والانتحاريين بينهم العشرات من قادة وأمراء الجناح العسكري من الأجانب لا خيار لهم سوى القتال بالمقابل لجأت القوات العراقية إلى فتح جبهات عدة ومواصلة القتال بالليل والنهار لإنهاك واستنزاف مسلحي التنظيم بطول أمد المواجهات طارق ماهر التلفزيون العربي ما زلتم ونشرة الأخبار وفيها أيضا عمل خيري للجميع شعار جمعية خيرية يقوم عليها مسلمون في واشنطن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين إلى السعودية الحو بتاعت صحبها أو الحو بتاعت الناس بترد لها مش بالحروب شفهيا وعلى مائدة رمضانية يصدق الرئيس المصري وقد أفطر على التخلي عن سيادة جزيرتين تيران وصنافير التي طال بهم المقام في ساحة الجدل الموضوع خلص ساعات بعد كلمات الرئيس تقرر المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ كل أحكام القضاء الإداري والمستعجل بشأن الاتفاقية قرار قد يشرع الباب أمام الرئيس السيسي لسعودة الجزيرتين قضائيا اتفاقية الجزيرتين تقادفتها الأمواج بين محكمة إدارية اعتبرتها باطلة ومحكمة الأمور المستعجلة التي نقضت قرار المحكمة الأولى الاتفاقية أيضا رسمت مشهدا من فوضى عارمة عند بيت الشعب البرلمان هنا ووسط هذا الشحن واحتدام الصراع والصراخ قيل إن البرلمان وافق بالأيدي أو وقوفا على الاتفاقية هكذا تخلت مصر عن سيادتها على الجزيرتين وافق من وافق أما من رفض الاتفاقية فقد لجأ لتحشيد شارع ومواطن مشهون بأزمات ما فتأت تعتاش عليه سياسيا واقتصاديا وأمنيا صفقة بيع تيران وسنافير صفقة مصنوعة خارجيا يعتلي سياسيون معبؤون بإيدلوجيا ناصرية وحالمون بالسلطة صهوة تيران وسنافير فيما يحضر عوتات التحليل من أن غليانا يستبد بمنطقة الشرق الأوسط يؤطر صراعا جيوسياسيا على وقع الأزمة الخليجية والسورية والعراق في الجزيرتين أهلتين أعادت أزمتهما لتفجر غضبا وتذكر المصريين بشعارات ربيع أفل سريعا عند البعض يورين أصوحت النظام شيع المئات من البريطانيين ظهر اليوم اللاجئه السوري محمد الحاج علي الذي قضى في حريق بورج جرينفيل وحضر التشيع عمدة لندن صادق خان بالإضافة إلى عائلة الراحل الحاج علي التي منحتها لحكومة بريطانية حق الدخول إلى بريطانيا لحضور التشيع المزيد في هذا التقرير وراء إحدى هذه الشقق المحترقة قضى محمد الحاج علي لحظاته الأخيرة سأشتاقكم جميعا سامحوني قالها عبر الهاتف في مكالمة أخيرة مع أصدقائه في سوريا فيما كان ينتظر فرق الإنقاذ لكن حريق برج جرينفيل المساوي كان أسرع إليه واضعا حدا لحياته محمد ذو السنوات الثلاثة والعشرين جاء بريطانيا عام 2014 هاربا من لهيب الحرب في بلاده بدأ دراسة الهندسة المدنية وسكن إحدى شقق هذا المبنى مع أخيه عمر لكن القدر فرقهما على سلمه المحترق لينجو الشقيق بأعجوبة قلت له أين أنت؟ فأجابني أنا لازلت عالقا في الشقة سألته لماذا لم تأتي خارجا حيث تجمعنا أجابني لم يأخذني أحد نحو الخارج فقال لماذا تركتني وراءك؟ لم تكد نيران الحريق تخبو حتى أججت قصة محمد مشاعر البريطانيين فوقعوا عريضة شعبية أعدها ناشطون سوريون تطالب السلطات بالسماح لعائلته بالقدوم إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم جنازته وهو ما تم بالفعل خلال أقل من 48 ساعة إخوة محمد والديه وأخواته لفتهم الصدمة والحزن لفراق ابنهم الذي بقي تابوته مغلقا طوال الجنازة هذه هي الخطوات الأخيرة التي يقطعها الشاب السوري محمد الحاج علي الذي قضى في حريق لندن في طريقه إلى مقبرة المسلمين في العاصمة البريطانية مراسم الجنازة لم تقتصر على العائلة بل حضرها الكثير من المتعاطفين مع قصة محمد المأساوية وعلى رأسهم عمدة لندن صادخان الذي أكد دعمه لعائلات الضحايا من المهاجرين واللاجئين أدو الحكومة لأسباب إنسانية أن تسمح لضحايا حريق بورج جرينفلد ممن لا يمتلكون أوراق رسمية للإقامة في البلاد أن تملحهم حق الإقامة في بريطانيا يذكر أن السمح لعائلة الحاج علي يأتي في ظل قيود صارمة تفرضها بريطانيا على منح تأشيرات الدخول لطالبيها من السوريين الأمر الذي جعلها عرضة لانتقادات شديدة من قبل منظمات إنسانية وحقوقية زاهر عمرين التلفزيون العربي لندن الركن الثالث جمعية خيرية في العاصمة الأمريكية يقوم عليها مسلمون يرون أن أعمال الخير في رمضان يجب أن تشمل الجميع في التقرير التالي يقوم متطوعو هذه الجمعية بتحضير خمسة ألاف وجبة طعام لتقديمها للمشردين بانتباه وشغف ينسط هؤلاء إلى التعليمات بخصوص عملهم التطوعي الجديد متطوعون من خلفيات وثقافات مختلفة يجمعهم حب العطاء والعمل على إسعاد الآخرين يتوزعون على طاولات العمل تماما كما أشير لهم تطوع هؤلاء لصالح منظمة الركن الثالث وسيعملون على تحضير خمسة ألاف وجبة للمشردين الركن الثالث هي جمعية خيرية إسلامية بدأت قبل ستة أعوام لتوفير فرصة للمسلمين لمساعدة غيرهم في المنطقة اليوم نحن نتطوع في مطبخ دي سي وهذا المطبخ باسم مطبخ دي سي هو جمعية خيرية توفر وجبات الطعام اليومية للمحتاجين تم إنشاء منظمة مطبخ واشنطن في العام تسعة وثمانين ونحضر كل يوم خمسة ألاف وجبة يتم إرسالها للملاجئ والمراكز المحتاجة ولدينا خمسة عشر ألف متطوع على مدى العام لعدة ساعات يعمل هؤلاء على تقطيع الخضار واللحم وكل ما يلزم لتحضير وجبة متكاملة رمضان شهر الخير والعطاء ولا أبلغ من أن تعطي من وقتك وجهدك لإطعام الآخرين وأنت صائم ولأنه شهر رمضان يريد المتطوعون مضاعفة أعمال الخير فيه رمضان هو وقت عطاء والشكر لكل ما معنا وأن نعطي للآخرين حتى يشكروا لما لديهم لا ينتهي الأمر هنا يعمل المتطوعون حتى نهاية تحضير الوجبات لتخزينها ومن ثم توزيعها على المراكز والملاجئ في شتى أرجاء العاصمة على مدار العام ريمة بحمدية تلفزيون العربي وعشنطن أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أن الأولوية القصوى لحكومتها تتمثل في إيجاد توافق واسع النطاق بشأن المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وأكدت الملكة في خطاب ألقته في البرلمان البريطاني وجوب أن يكون أي اتفاق ذا منفعة أكبر لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وفي سياق آخر قالت الملكة إليزابيث الثانية أن حكومة بلادها ستسعى إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمات في منطقة الشرق الأوسط وستمارس دورا رائدا في مكافحة الإرهاب في الختام شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله